بسم الله الرحمن الرحيم قدسي الأردن وبركة الأردن والله سبحانه وتعالى باركة وعظمة الأردن وأنها أرض الجنان وأرض الأمن والأمان برضو تكرست في الدعوة الإسلامية في العقيدة الإسلامية بزمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل في القرآن الكريم وما جاء في الحديث النبوي الشريف طبعا نجد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإن تباينت العناوين التي تشير إلى مناطق من الأردن والإسم عامي يعني مثلا أنت لما تقرأ القرآن تقرأ مثلا مديان تقرأ أهل الأيكا تقرأ قوم شعاي تقرأ قوم صالح تقرأ قوم لوط يعني أحيانا يعني بعنوان القوم أحيانا بعنوان المكان يا هذه جزء من أردن يعني ولا يعني هي كانت في بلاد الثاني جلزة قناها في بلادنا لا هي موجودة عندنا في الأردن يعني ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا مثلا يذكر الأسماء على سبيل المثال ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكاوبه المفرد طبعا كوب عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتحوا لهم السدد رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصحح والألباني إذن إذن يعني لما يذكر عمان عمان البلقاء ليس قال عمان البلقاء عمان البلقاء لأنها في زمن رسول صلى الله عليه وسلم كانت ولاية البلقاء يعني ولاية البلقاء زمن الاحتلال البيزنطي الروماني طبعا الروماني قبل المسيحية وبعد المسيحية صاروا بيزنطية حتى يعني وهم من نفس الدولة بس غيرتها بسبب تغيير الدين فكانت عاصمة هي عمان عاصمة عمان عمان كانت تحكم من شو بي يعني كانت عاصمة البلقاء البلقاء كانت تمتد من تخوم تخوم الربع الخالي وتخوم المدينة المنورة إلى انتصل الجولان هاي اسمها البلقاء بعدين كان عاصم يعني في كان الأردن عاصمتين الحقيقة العاصمة السياسية كانت طبرية العاصمة الإدارية زمن الاحتلال الروماني كانت عمان فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه حوضي من من عدن إلى عمان البلقاء يعني تخيلوا هذا الحوض كديش مسافات آلاف الكيلومترات وعليها أكاوب يعني مفروضها كوب والناس تشرب وعدد نجوم السماء إذن ليش ذكر وكمان في حديث آخر ذكر أيلة وذكر أذرح وذكر الجرباء على أساس النحوض فلما اقترن بالحديث النبو الشريف أن عمان والجرباء وأذرح وكما سنأتي فيما بعد على شرحها وأيلة اللي هي العقبة الآن هي قبل تسمى عائرة كان اسمها كان اسمها اسم آدومي كل هذه مذكرة بأن الحوض الذي في الجنة يصل إلى حد هؤلاء يصل إلى حد هؤلاء ولذلك يعني هذا شيء مهم الشيء المهم الثاني الشيء المهم الثاني عن قدسية الأردن وأهمية الأردن أنها بلاد الجنات التي تجري من تحتها النار أن الرصوص صلى الله سلم لما تآمرت عليه قريش وجمعوا يعني جمعوا مجموعة من الرجال من كل فخذ من بطن منهم وأحد ليقتروا صلى الله سلم وأحاوطوا بيته وكانوا يريدون أن يدخلوا إليه يقتروا فقالهم أبو جهل أبو لا قالهم والله أنا ما أدخل على محمد وأروع بناتي فيقالوا فأصيروا عارا وشنارا علي عند العرب أن يقولوا والله إحنا روعنا بنات محمد يعني ما نروع بها خليه لما يطلع بعدين نقتله فبعدها يعني كما قال ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال لما اجتمعوا له أي رجاء قريش لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل وفيهم أبو جهل وفيهم أبو جهل بن هشام وقال وهم على بابه إن محمدا من أبو جهل بيحكي لأنه سامع سيد محمد مباشرة إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن تخيروا يعني جنان أردن وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها قال وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الحكي تبع الزلام فأخذ حفة امتراب في يدي ثم قال أنا أقول ذلك يعني هذا الحديث الذي روى أبو جهل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال نعم أنا أقول ذلك إذن إحنا نأخذ من هذا الموضوع طبعا نأخذ الموضوع أنه جعلت لكم جنان كجنان الأردن يعني جنان الأردن حتى البعث المطهرة حتى البعث الشريفة كانت كانت بلاد كلها جنات تجري من الدين العردن وكما قلنا سابقا في حلقات أخرى الشراء في زمن المملكة الأدومية اللي كانت عاصمة البصيرة كان عدد سكان 12 مليون 12 مليون 12 مليون فأأخذ الله على أبصار قوم القريش الذين يحيطوا رسول الله سلم فلا يرونهم فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو عليهم العيات من ياسين بسم الله الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لي من المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أدقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يقصرون حتى فرق رسول الله سلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فأتاهم آتي ما لم يكن معهم قال لهم وين قالوا قالوا أربان ما تنفع ولذلك الأردن جنات كجنان الأردن في الحديث النبو الشريف الصحيح الذي رويا عبر مسارات وروايات التاريخ الأردني وكتب السيرة وكتب التفسير والحديث البقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة